وبكذا يا جماعة الخير عرفنا كيف ننشأ قائمة تشغيل في قناتنا وكيف نقدر نظيف العنوان والوصف وكيف نقدر كمان ننشر قائمة تشغيل وكيف كمان نظيفها في القناة أهم شي سوي الطريقة لانا سويتها ورح تضبط معك على طول أهم شي تسوي هذه الطريقة لانا رح تجيك دعم مرة كبيرة في القناة أي أحد رح يدخل قناتك على طول رح يخش الصفحة الرئيسية حقك وبعدين رح ينزل تحت وبيشوف محتوىك إيش محتوى بالضبط لانا تدين على اليوتيوب 2022 رح يشوف مينزل منتدأ رح يشوف شروحات دوناج وبي اس رح يشوف كمان شروحات لبرنامج ستريم لابس فعندك كل القوانة تشغيلنا أضفتها تقدر تضيفها بسهولة في قناتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم مشاء تكونوا طيبين في هذا الفيديو جماعة الخير رح يكون عن كيفية إنشاء قوائم التشغيل والتعديل عليها لزيادة المشاهدات للجوال واللكمبيوتر فبدو منطول عليكم خليكم مع الفيديو زي ما تشوف قدامكم أول شي يا جماعة الخير رح نقول لكم إيش هي قوائم تشغيل بالضبط وطبعا هذه السلسلة رح تكون مستمرة للمتدئين على اليوتيوب 2022 زي ما تشوف قدامك عندك مكتوب قوائم تشغيل لغط عليها رح تلاقي في قناتي قوائم تشغيل تم إنشاؤها مني أنا شوف زي ما تشوف قدامك مثلا أنا مسوي جماعة الخير قصة حقيقية صارت معايا أو مثلا أنا مسوي كمان إنجازات للقناة مثلا يا جماعة أنا مسوي سلسلة أفضل فيديوهات العام 2022 او مثلا المتدين على اليوتيوب 2022 كيف تسوي بث مباشر من قناة الثاني العاب فانا مسوي كل قائمة تشغيل في القناة عشان اي احد يشوف القناة رح يعرف بالضبط ان هذه القناة مرتبة ولها قوام تشغيل ورح يعرف محتوى القناة بشكل عام مثلا كما انا مسوي سلسلة لأو بي اس او مثلا ستريم لابس او مثلا فيديوهات لتويتش ان شاء الله رح ارجع لقريب حق التويتش فزين مقلت لك هذه رح ترفع من دعم القناة بشكل كبير طيب, الحين احنا نحن نفعو هجك يشعر كيف نسوي قائمة تشغيل في قناة الطريقة جدا سهلا اول شي جمالات ستروح للصور حقه تروح لاشتوديو يوتيوب تمام تمام و من بعدها الي جماع عندك هنا مكتوب قوام تشغيل بقوام تشغيل في القناة وهذه قائمة تشغيل كل يموجوده في قناة المترجم اليوم نحنطر قائمة التشغيل والطريقة جدا سهلا انت Bangladesh نأخذ قائمة أول شي مكتوب خريبة تشغيل هنا في قناة عندك هنا مكتوب قائمة تشغيل جديدة تضغط عليها طيب رح يقول لك هنا اضافة عنوان انا يا جماعة الخير رح اسوي قامة تشغيل جديدة اسمها ميزة المنتدة حلو هذه ميزة المنتدة طبعا انا كاتب ميزة المنتدة عشان محتوى شروحات فاذا انت محتوى قصص او مثلا فلقات او مثلا العاب رح تختلف من قناة القناة فانا بالنسبة لي محتوى شروحات واشرحت يا جماعة الخير عن ميزة المنتدة خلاص رح اكتب ميزة المنتدة طيب عما كتبنا العنوان عندك هنا مكتوب مستوى العرض الافضل خليها من البداية غير مدرجة عشان نقدر نعدلها من خلال العنوان والوصف ونضيف الفيديوهات وبعدها رح نخليها علانية فهذا هو السبب فخليها غير مدرجة وبعدها نسوي انشاء بعدما سونا انشاء يا جماعة رح تظهر لك هذه الواجهة عندك هنا علامة القلون تضغط عليها عشان نسوي عليها التعديل من ناحية العنوان والوصف واضافة الفيديوهات وكذا رح اقول لكم كل شي يعني طيب زي ما تشوق قدامكم الآن هذه القائمة التشغيل ما فيها ولا اي شي عندك هنا ميزة المنتدى كثبنا العنوان الحين يا جماعة رح نكتب الوصف كيف تكتب الوصف يعني مثلا انا بالنسبة لي ميزة المنتدى رح اكتب هذه فيديوهات تتعلق بميزة المنتدى شوف الفيديوهات وراح تستفيد تمام بعمل كثبنا الوصف يا جماعة لو تبع عنوان لقائمة تشغيل خلاص براح اصوي حفظ طبعا انت عندك 5000 كلمات تكتب اللي تبغى انا بعمل نفسك تتخاف 60 كلمة تقريب وراح تسوي بعدها حفظ طيب بعدما كثبنا العنوان والوصف الحين نبغى نضيف فيديوهات على قائمة تشغيل هذه الطريقة جدا سهلة تروح على طول افتر نقاط تلغط عليها عندك هنا مكتوب اضافة فيديوهات تلغط عليها وازم تشوق قدامك حتظلك هذه الواجهة على طول وعندك هنا مكتوب البحث الفيديو تقدر تكتب اي عنوان للفيديو هنا وراح يظلك على طول واناك تسوي نسخ لأي عنوان يو ار ايل تحطوه هنا وعلى طول سيضبط معك يعني مثلا عنوان هذا تحطوه هنا يجب تشوق قدامكم على طول ظهر لي هذا الفيديو لكن انا مبغى هذا الفيديو لانه ايش مو حق التبع المنتدى وعندك هنا مكتوب الفيديوهات الخاصة بك في اليوتيوب رح تقدر تاخذ اي فيديو في قناتك يعني مثلا باخذ هذا الفيديو اللي هو حق التبع المنتدى رح اخذ هذا واسوي اضافة فيديوهات أو مثلا في فكرة ثانية تقدر تسويها من خلال استوديو يوتيوب يعني مثلا بدلا تروح هنا اضافة فيديوهات وبعدها تروح الفيديو الخاصة بك وتدور على المقطع ثاني وفانا ما عندك اي مشكلة عندي هنا يجمع تخيل افضل طريقة تروح يجمع تخيله استوديو يوتيوب بعدها اروح للمحتوى بعدما اروح المحتوى اروح اروح للفلتر هنا وراح اكتب المنتدى اول ما اكتب المنتدى لانه هذي تضمن عنوان فراح اسوى انتر اول ما اسوى انتر رح تظهر لي الفيديوهات اللي تتعلق بميزة المنتدى يجب ان تشوقوا قدامك هذي كل الفيديوهات طبعا هذي الفيديو قديم مو نازم ااخذو فانا يجمع تخيل مسوي عن ثلاثة فيديوهات هذا الفيديو وهذا وهذا فانيش رح اسوى رح حدد واحد اثنين خلاص انا هذا اخدته عندك انا مكتوب لاضافة لقائمة تشغيله اغغطت عليها كذا وعندك انا مكتوب ميزة المنتدى اغغطت عليها اغغطت عليها الحصول على صفحة اللي كنت فيها بعدا أسوي تحديث تشوقوا قدامكم على طول انضافت في قائمة تشغيله شفو هذي راح اخذ هذه كذا ادحن في ثلاثة فيديوهات وانشالله راح يكون في فيديوهين عنها لان راح تكون تقريبا ست فيديوهات عن ميزة المنتدى ولان راح تفيدكم بشكل مرة كبير واذن نقلت لكم اول هي تعتبر كنز حقيقي في قناتك طيب يا جماعة بعدما أضفنا المنتدى وأضفنا الوصف وأضفنا كمان ثلاثة فيديوهات والحين كمان غير المدرج شايفين يا جماعة دخل هذه العلامة عندك كنا مكتوب تشغيل الفيديو بترتبع شوائي كيف يعني يعني أوم أضغط عليها راح يختر لي أي فيديو من قائم تشغيل هذه معناتها تمام تمام وعندك كنا مكتوب يا جماعة المشاركة يعني تقدر تسوي إرسال مشاركة لهذه طائمة تشغيل راح تسوي النسخ وترسال الواتساب ترسال لأصحابك ترسال مثال في المنتدى عشان الناس تشوف الفيديوهات تبع قائمة تشغيل هذه طيب الحين احنا عرفنا على المشاركة الحين يا جماعة راح نروح لأثاث النقاط هذه عشان نقول لكم التكمل حقتها ويجب ما قلتلك تقدر تسوي إضافة فيديوهات من خلال هذا المكان تلغط عليها واتضيف أي فيديو في هذه القائمة عندك تح مكتوب هنا إضافة جميع الفيديوهات إلى قائمة تشغيل كيف المعنى شوفوا أو مضغط عليها من بعد راح يقول لك هنا حفظ في قائمة تشغيل يعني مثلا تجد تضيف هذه الفيديوهات اللي انت انشأتها في قائمة تشغيل واحدة ثانية يعني مثلا كيف تسوي بث مباشر أو مضغط عليها شوف على طول انضافت كيف تسوي بث مباشر على طول الجماعة راح وروح ليه البث المباشر شوفوا هذا البث مباشر أضغط علي resentment ويجب ما تشوقوا قدامكم انضافت معايا الفيديوهات اللي احنا انشأناها في هذه القائمة تمام تمام وراح نسوي حذف يا جماعة لانه هذه ممن ضمنها فهذا هو السبب طيب نرجع للموضوع عندك كنا نفذ النقاط عندك كنا مكتوب التعاون إيش معنى التعاون؟ التعاون هي تعتبر ميزة فيها الدعم الدعم هذي رح يكون ما بين الطرفين يعني مثلا يا جماعة رح أضغط عليها عشان تفهموا عندك كنا مكتوب التعاون يمكن للمتعاونين إضافة فيديوهات إلى قائمة تشغيل هذه رح أفعلها يا جماعة زي ما تشوقوا قدامكم رح تظل لكم هذه الواجهة عندك كنا مكتوب السماح بانضمام متعاونين جدد أول ما تسوي نسخ رح ترسلها لصاحبك مثلا اليوتيوبر لنزل فيديوهات على اليوتيوب ورح يضيفها عنده في قناته عشان يقدر يجيك دعمه خلال قناته ومن بعدها بيزيد عدد المشاهدات واللايكات والكومنتات في ذاك الوقت تسوي نسخ وترسلها لخويك اليوتيوبر وبعدها خلاص عندك كنا مكتوب عدد المتعاونين وبعدها تسوي تم وخلاص زي ما قلت لك تقدر ترسل هذا الرابط لخويك اليوتيوبر عشان يقدر يدعمك فيها عن طريق قائمة تشغيل طيب من بعدها عندك كنا مكتوب اعدادات قائمة تشغيل عن نفس انا والله ما شفت فيها فرق يعني اول ما ضغط عليها رح تجيك ثلاثة خيارات عندك كنا مكتوب السماح بتضمين خلي اول واحدة صح اما ثاني واحدة ثالث واحدة عن نفسي ما لقيت فيها يعني اهتمام طيب وصلنا الحين لاخر شي اذا انت حاب تحذف قائمة تشغيل هذي الطريقة سهلة تروح ثلاثة نقاط هذي وتنزل لاخر شي عندك كنا مكتوب ايش حذف قائمة تشغيل بسهولة طيب احنا الحين عرفنا كيف نسوي العنوان والوصف وكيف ننشر الرابط حقنا وكيف نحذف قائمة تشغيل وكيف نضيف فيديوهات كل شي يعني طيب الحين يا جماعة تخير رح نعلنها للقناة تروح هذا مكان وتسويوا علنية وخلاص كذا يا جماعة قائمة تشغيل هذي يسويناها قبل شوية حين يا يا جماعة خير ننظيف في القناة كيفن الطريقة الطريقة جدا سهلة تنزل تعيدتك بقمه هذي تكسب لغت عليها ومن بعد تنزل، تعيدتك بقمه مكتوب مل لغت ميزة طبعا تقدر تاضيف 12 قسم في القناة لدك في الصفحة الرئيسية فايش ستسوي، عندك هنا مكتوب إضافة قسم ثلاث عليها وبعدا يا جماعة خير رح ننزل تعيده عندك هنا مكتوب قائمة تشغيل، عندك هنا قائمة تشغيل من فردة اختلاف قائمة التشغيل ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر